بس مباراة إن شاء الله هو بايدو الشد مش هيحتاج وقت طويل يعني إن شاء الله بإذن الله عدم طلع فالشد في الخلفية ده ممكن يعني يومين ثلاثة إن شاء الله عدى حصل في الأخ هوا أنتو بتؤمنوا بالطب البديلة يا بلاد طب البديلة اللي هو ايه بطب البديلة اللي هو ايه فاكر لما فلافيو حصل له كسر وسافر قعد بره تعيب مش سحر ده بتاعه مش سحر لا 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 ده فليكس مش فلافيو قبل وفلافيو لا معرف لا 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 فلافيو أنا فاكر حصل له تمزق أو كسر وطلع قعد فترة قليلة جدا وأنا عن نفسي عملت كده مرة أولله بس مش في الأهلي في أمبي وخفت أولله والله عزيزا كان عندي تمزق قطع سمعته بوداني في الخلفية كنت نازل ألعب مباراة وعلى التازل والله يا بلاد الدكتور قال لي مش أقلم من أربع شهور كان تمزق أنا سمعت ألعب وكان في حد في شمال سيناء بيعالجوا انت عارف بقى العيلك بزيد الزتاني ومش عارف أعشاب يحطها خلطات كده أنا أمنت بالكسة دي أنا رجعت جريت بعد حوالي سبعة ديان بالزبط وشاركت مباراة إنت شاركت بعد لما كان فيه كانت عندنا نهائكاس مصر كان نقيم بيو الاتحاد كنت عايزة أرجع لعبها جريت ولفت وجيت أعمل لسبيرنتات كان فيه شك لكن الدكتور كان عندنا دكتور اسمه أيمان إبراهيم كان هيجنن من موضوع أصلا قال لي استحالة اللي بحصل ده استحالة فليه إحنا كنادي أهلي ما يبقاش عندنا فكرة الطب البديل يعني ليه أو حتى تستعين بالناس اللي هي بتقولك أنا ممكن نعالك وممكن نعمل زي إفلابيو عندنا وفيليكس عندنا أمثلة حية لا بجدل أجيب حد من سينة بقى لا شرط من سينة أنت مؤمن أصلا بالكسة دي أبللو طب أنا مؤمن بالطب البديل طب ما هو أصلا ما هو قبل الطب بتاعنا كان فيه طب البديل يعني أوسانا لما فيه واحد يقولك لا أنا التمثل ده أنا برجل الطب البديل خلالنا نتكلف الطب المتقدم ما هو في أوروبا بيعالجوا الكلام بعدها يا حيب قلبي بس الأوروبا أساسا بياخدوا منك حاجات اللي أنت بتعالج بها بالطب البديل ده بيعالجك بها هناك لو أنت تعرف كده أنت قصدك بقى الأكسوجين ودخلك فوض أكسوجين مقفولة والكلام ده بس أكلم في المتحدث بيديو بتكلم حتى أنت لو شفت في الأولمبياد اللي فاتت السباحين الأمريكان كلهم هتلاقي الحجامة معمولة الحجامة هتلاقي جزء من العلاج الطب البديل خلال بالك هاي وخل بالك في أيام معينة بتتعامل في أيام معينة الحجامة بتتعامل لا عشان ديلك مفعول الحجامة طب ليه لأ لما عندك لعيد ممكن يرجع لك بعد عشرة أيام أو أسبوعين مش أحسن مرجع لك كمان شهرين يعني يعني والله بجد والله خل بالك الموضوع ده بجد وانت قلت كنا بنشوف الحجامة في السباحين وفي لعبة الكرة أنا شوفتها أسرعة في المادة اللي فاتت السباحين الأمريكان والناس الأجانب يعني عملوا الحجامة اللي احنا عندنا في السنة النبوية هم كانوا بيعملوها بالزبط 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 فموضوع لازم نضم فكرة بلل احنا في عرض أي حد يعمل لك أي إضافة وبعدين أصليها خلي بالك مش سحر انت هتجيبه والله الفضل هو عالج مثلا حالة والله الموضوع طلع فعلا كويس واللعيب أقول لك أنا كويس واللأ خلق يا سلام احنا عندنا احنا ما بنصدق دلوقتي خيرو عندنا مستشفى ما بنصدق دلوقتي حد بعاتلي بقول لي بره القيمة الأفريقية في مومن زكريا وأكرم توفيق وأحمد حمدي بسم علي وصبر الرحيل وأحمد علاء موجود من ظن الناس وأحمد الشيخ ورجونان الري ورمي ربيان أحمد علاء أحمد الشيخ كده كده ممكن يبقى فيه مشكلة لأحمد علاء خد بالك حتى في الدور العام لما يبقى موجود في إفريقيا والماتشات كل أسبوع تمام أنت كده ممكن ممكن تحطوش تلعب في الدور العام لأنه يبقى موجود بره خلال هي ما كان بيحصل في الفترة لا لا انت الفترة دي ما انت اتضطر تريح ناس انت اتضطر في يناير ممكن تضم سبع لعيبة كمان للقايمة الأفريقية لكن انت في الفترة سبع من المتحين من الموجودين سبع سبع حتى من الناس سجلوا وداد مع الناس دي ممكن تضم سبع لكن انت في الفترة دي انت مضطر يعني محدش هيقدر من لعيبك إبراهيم أنه يشيل المتشات بكلها لا صعب لازم تتضور صعب 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 صعب